تحت بشاعة الحرب الحوثية على مأرب التي بلغت دروة وحشيتها وهجماتها الصاروخية في العام 2021 مضت مأرب في صناعة الجمال والازدهاء بكل ملامح الاناقة الحضارية لمدينتها العريقة وفيما ظلت ميليشيا ايران الحوثية تزرع حقول الالغام على محيط المدينة غرست مأرب نحو 21 الف شجرة زينة في 18 شارعا رئيسيا وفرعيا التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب ازدهى بحزمة نوعية من المشاريع المنفذة في كافة قطاعات التجميل وتأنيق المناظر العامة للمدينة وتمكن الصندوق من رفع نحو 178 512 طن من المخلفات الصلبة التي تم جمعها من الاحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين بالاضافة الى 6800 طن من الاتربة المتكدسة في الشوارع الرئيسية والفرعية وشملت المشاريع المنفذة اعمال الرصف لعدد من الشوارع والمرافق الحكومية والتقاطعات المرورية وساحات المدينة العامة بمساحة اجمالية تقدر بنحو 46 590 مترا مربعا الى جانب صب وتشييد 123 قاعدة انارة عمومية وتركيبها في عدد من الشوارع وكان لصندوق النظافة والتحسين تدخلاته الفاعلة في اعمال الصرف الصحي والاصحاح البيئي وتستعيد مأرب عبر هذه المشاريع التحسينية بريق وجهها الحضاري ومجدها الوارف بالجمال والاناقة الحضارية في كل العصور كما ان جمال مأرب هو المعادل الموضعي لقبح الحرب الحوثية التي تستهدف المدينة الخالدة بضراوة بهدف تدمير هويتها الحضارية والتاريخية